اشتركوا في القناة وعد لهم في غضون عام 2014 استخدمت في عبوة متفجرة فقد تبين للوزارة ان الانتقادات المتحيزة وغير الدقيقة للحكم الصادر جاءت عن طريق الجماعات التي تنشر بشكل منهجي المعلومات المغلوطة والدعاية السلبية عن مملكة البحرين وتؤكد الوزارة ان القواعد القانونية والممارسات المنطبقة في مملكة البحرين تتفق مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان المعتمدة لدى الامم المتحدة وان المحاكم الوطنية تقوم بصون كافة الضمنات للمتهمين خلال كافة مراحل المحاكمة وبخصوص هذه القضية فان الوزارة تؤكد على ان المحاكمة بكافة مراحلها قد استوفت جميع متطلبات تحقيق مبدأ المحاكمة العادلة وقد تم نظر الدعوة من قبل خمسة عشر قاضيا في عدة محاكم على مدى ست سنوات تم فيها فحص مشروعية الادلة القائمة ضد المحكوم عليهما ومن ثم ثبوت مسؤوليتهما عما أسند إليهما كما تؤكد وزارة الخارجية أن السياسة العقابية في التشريع الجنائي في مملكة البحرين كغيرها في القوانين المقارنة في سائر الدول تهدف بما تقرره من عقوبات إلى حماية المجتمع وضمان استقراره كما تهدف أيضا إلى حماية الحق الخاص للمجن عليهم والمضرورين من آثار الجريمة وكل الحقين العام والخاص هما موضع اعتبار المشرع والقضاء عند تقرير وفرض العقوبة إذا ما ثبتت المسؤولية الجنائية كما أن تنفيذ عقوبة الإعدام نادر في مملكة البحرين وينفذ في الجرائم الخطيرة جدا وهو لا يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة ما نصت عليه المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتوضح الوزارة أن مملكة البحرين وفي حال توافق دول العالم وخاصة الدول الإسلامية على اتخاذ موقف بمراجعة هذه العقوبة أو إلقائها ستنظر وبجدية في التعاطي مع هذا الأمر